اشتركوا في القناة بعد هذا التحالف اذا صح التعبير الروسي التركي الايراني وحتى الاسرائيلي لاك انا بالماضي كنت اكتب موجود هيدا بمؤلفاتي وخصوصا بكتاب اسمه فيه سبيل لبنان نعم لما كنا نطعطى بالشؤون الدولية والاقليمية ايه هيدا خصوصا بايام الرئيس تركيس الله يرحمه نعم قاله خيي خلينا نحنا نبلش نحنا ببيتنا الداخلي لنأهل نفسنا اولا نخصن حالنا ضد الارتدادات علينا نحنا من نبعهد بدنا نخصن نفسنا وبعدين ما نشوف شو فينا نحسن الكون هلأ انا يعني كشعور بالجيري بالجوار وبالخطر تعرف انه فيه تحوليات كبيرة وخصوصا بعد ما هلأ الامريكين رجعوا هني والأتراك فيها التقارب الروس عم تحكي عم تحكي عن الروس والأتراك لا والأتراك كميما اجا بايد البارح انا اجا يشوف شو عم بصير اه اجا يشوف شو عم بصير وفيه الروس وفيه الموجودين فيه الأطباع بترجع بتنشأ بصير ناس بده شقف شوفنا بعدنا منبكي على اسكندرون لليوم هو موضوع التقسيم الموضوع الكردي على الحدود انا البرحوم بيس سنة 1911 عام القصايد انه بده الاسكندرون عرفت كيف اللبناني كان عابي طالب بالاسكندرون وعابيعمل ولبناني ماروني يعني كمان مع عدم المؤيقظ عليك الحل بقى لذلك اليوم هالتطور هذا يستدعي منه تحصين الداخل اكتر من التدخل في الخيرج دائما كان يقال الحريق الملتهب حولينا ونحن يجب علينا تحصين الداخل اللبناني ما فيه بديل من ذلك بيّن اشارات لهذا التحصين فيه شي شايفه لا ما شايف فيه استيعاب لخطورة المرحلة وخطر الوضع اللي نحن فيه اقتصاديا واجتماعيا وانسانيا وخصوصا أمنيا هلا فيه تحيي للجيش وقوى الأمن اللي عبتعمل بمستحيلات وما بده يبده دوله طيب شو بده يشغر مركز رئيس قائد الجيش يعني طيب مجلسه مددنا له حتى ما يصير فيه شغور ولو بيتمدد الرئيس كان لا كان مشي كان مشي بدوت عديل دستور هو أساسا إجاب يدوت عديل دستور ولكن كمان يعني فيه إشياء لما ما نحكي بالدستور حديث يطول جدا 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 بلشنا الحكي بالناس لأنه دستور دستور توصاية ودستور خالص ودستور جاهز يعني حتى مع الوزير كان كلام عن تحييد لبنان كان فيه قرار إذا بدنا نقول دولي أقليمي بتحييد لبنان مضالي كانوا يقولوا بس أنه لبنان مع الإجماع العربي تاريخيا وعند الخلاف بين العرب هو محايد وبالنسبة للخارج ما بيدخل بالمحاور هيدا كان تقليديا وعرفيا أذا بدك من ضمن ثقافة الحكم في لبنان أما بكل أسف لما انقطع التواصل بين تاريخ لبنان وحاضره صار فيه ارتجال بالمواقف هذا بيوقف هذا بيحكي صار فيه شخصا كل واحد حسب بهو نزعته السياسية أو بيونه الشخصية بياخد لبنان نحكي عن لبنان انطلاق ما يجري على صعيد الإقليمي كان فيه كلام عن تسوي قد تحصل في المنطقة ولبنان قد يكون يستفيد منه شايف فعلا قد يكون هناك تسوي لأنه بالآخر بالداخل لبنان الموحد يستفيد من كل شيء ولا يهمه أي خطر خارجي ولبنان المشلع لا يستفيد من أي إيجابية في الخارج على الإطلاق أغالبية الأطراف بالداخل لديها من الخارج بتسمع الكلمة كمان خلص فيه ارتهانية نحن نعيش حالة من الارتهان والارتباط مع الخارج والاستلحاق نحن لو نعرف قديش منكون مهمين على ظهرنا وتواضع إمكاناتنا وسرواتنا قديش منكون مهمين لما نكون مضبوبين ومؤمنين بوطننا ومكانكنين بدولتنا بنا نرجع نركب الدولة ما بجوز هالتشليع هيدا هالطريقة هيدا لذلك مناشدة لكل هالناس اللي بيهمة لبنان مش داخلي بلعبة تطفية هزا الوطن وبتعتبروا أنه غلطة تاريخية وصايكس بيكو وأنه هيدا مفتعل وكيان مضطنع ولك هذا أعظم كيان خضاري بالتاريخ لأنه من المطرح الوحيد اللي ممكن يكون مركز دولي لعلوب الإنسان والإنماء مثل ما اتفقنا نحن والإنوستكو سنة 1974 نعم 73 بهذه الروحية بدأنا الحلقة بهذا الكلام بدي أختم معك مع الوزير إدم ورزق ويريت الوقت أطول معك على كل حال تحيي لألك تحيي لجزين ولجنوب لكل المشاهدين هلأ طالعين على الجزين نعم شرفونا شكرا لألك شكرا أيضا للمشاهدين على المتابعة إلى اللقاء شكرا للمشاهدين